محمد صلاح بقى احنا فاهمين انه هو فخر مصر هو فخر العرب والعالم كله يتحدث عن محمد صلاح وبنشوف محمد صلاح ازاي الناس كلها تتحدث عنه وتهتف باسم وتهتف باسم مصري بسبب محمد صلاح بس انت اللي عندك مواقف بقى انت اللي عندك حاجات بتشوفها يوميا من المواطنين الإنجليز من مصريين في الخارج الناس تتحدث ازاي عن صلاح تتعامل ازاي عن صلاح تتكلم عن مصري ازاي بسبب محمد صلاح والله أنا يعني ما فيش يعني كلمة يعني خلاصة الكلام ده كله أن فعلا فخر يعني كلمة فخر للناس بتكتبها على السوشال ميديا بتتكلم في الإعلام من محمد صلاح أن فخر فعلا كلمة تحسها فعلا لما تشوف كل أي حد أجنبي أو مصري أو عربي بتكلم عن صلاح بمنتهى الفخر لأن محمد صلاح الأرقام والإحصائيات والجواز اللي حصل عليها وكل يعني الحاجات اللي عملها مع ليفربول حاجة فعلا تدعو الفخر حاجة يعني الواحد بيفتخر أن هو يقول مش هفتخر أنه أعرف محمد صلاح ففتخر أن أنا مصري وأن محمد صلاح بيحقق لغاية يعني طبعا محمد صلاح حقق حاجات كتير جدا لكن من الصعب ما فيش حاجة بعيد على ربنا لكن من الصعب أن يجي لعيب عربي أو مصري يحقق نفس الأرقام اللي عملها محمد صلاح طبعا فصعب جدا 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 لكن كلمة فخر هي خلاصة الكلام ده كله إن فعلا بتفتخر كل ما حد يجيب لك سيرة صلاح أنا بحكم شغلي بشوف في الحاجات والتيورتات والجيرسي يعني أما يكون أكبر نسبة مبيعات مكتوب عليها الجيرسي تشيرت بتاع صلاح مكتوب عليه مصلاح فديه في حد ذاتها حاجة تدعو الفخر ميجي حد يقول لك أنت من مصر حتى لو ما يعرفش أنك لك علاقة بالكورة ولا لك علاقة بصلاح فيقول لك صلاح حاجة بتخليك فعلا فرحان إن اللعبة دي وعلى رأسهم صلاح بيرفعها اسم مصر دايما حاجة في ممتع العظم اشتركوا في القناة